بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين هذا هو التدريب العاشر من كتاب الكفايات اللغوية للثاني الثانوي الفصل الدراسي الثالث نحن في الصفحة مائتين وثلاثة وعشرين املأ الفراغ بالبديل المناسب مما بين القوسين الجملة الأولى تقيم الإدارة فراغ لتكريم الطلاب المتفوقين البدائل إما أن نقول حفل أو حفلا أو حفل تقيم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة من الذي قام بفعل الإقامة؟ من الذي قام بالفعل الإدارة؟ الإدارة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وبعد الفعل والفاعل ماذا يأتي مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة؟ لذلك نحن نقول هنا تقيم الإدارة حفلا تقيم الإدارة حفلا لماذا؟ لأن حفلا مفعول به منصوب للفعل تقيم ووقع عليه فعل الفاعل وهو الإدارة الجملة الثانية إن الجهل والبدائل هي ظلام وظلام وظلام إن حرف الناسخ والجهل اسم إن منصوب وعلامة نصب الفتحة والمعروف أن خبر إن يأتي مرفوعا وبالتالي نقول إن الجهل ظلام لماذا ظلام؟ لأن كلمة ظلام هي خبر لإن مرفوع وعلامة رفعه الضمة لا ذكر الله هل نقول تنسى؟ أم تنسى؟ أم تنسى؟ نقول تنسى لماذا؟ لأن الله هنا هي لا ناهية جازمة لا هذه هي لا ناهية جازمة وإذا دخلت حروف الجزم على المضارع المعتل الآخر فإننا نحذف حرف العلم فالفعل أصله هكذا تنسى الفعل تنسى فإذا قلنا لم ينسى أو لم تنسى نحذف حرف العلم أو لا تنسى فإننا نحذف حرف العلم ويكون الإعراب على الشكل التالي لا ناهية جازمة والفعل تنسى فعل المضارع المجزوم وعلامة جزمه عذف حرف العلة من آخره عذف حرف العلة من آخره وهنا بالتالي نختار لا تنسى طيب هنا يا خالد هنا المخاطب مفرد مذكر المخاطب مفرد مذكر يا خالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نقول صلي 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 نقول هنا صلي لماذا؟ لأنه يحذف حرف العلة من آخر المضارع المعتل الآخر إذا كان عندي المضارع يسعى فهو فعل مضارع معتل الآخر يكون فعل الأمر منه على الشكل الآتي إسعى ماذا حذفنا من إسعى؟ حذفنا الألف التي على صورة الياء فهو فعل أمر فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره وكذلك الفعل صلي الأصل فيه يصلي يصلي فعل مضارع المرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء والأمر منه صلي الأمر منه صلي يكون فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره إذن نحن نحذف هنا حذفنا حرف العلة من آخر الفعل لأن مضارعه معتل الآخر هنا في الجملة التالية حصل على الجائزة من مدرستنا حصل فعل ماض مبني على الفتح على حرف جر والجائزة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة إذن هذا الفراغ هو موضع لفاعل حصل والمثنى يرفع بالألف لذلك هنا نختار حصل طالبان على الجائزة لماذا طالبان؟ لأنه فاعل لحصل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى الجملة التالية ما زالت الفرصة للجميع عندنا هنا الفعل الناسخ ما زالت أو ما زال فعل الناسخ الفرصة اسم ما زال مرفوع علامة رفعه الضمه إذن هذا الفراغ هذا الفراغ هو لخبر ما زال المنصوب لذلك أختار هنا متاحة إذن إن الفرصة إن ما زالت الفرصة متاحة لماذا؟ لأن متاحة خبر ما زال منصوب وعلامة نصبه الفتح يرفع الله المتقين طيب هنا لو قلنا يرفع الله المتقين وسألنا أنفسنا ماذا يرفع الله المتقين يرفع الله المتقين درجات يرفع الله المتقين درجات تمام هذا تمييز المنصوب وعلامة نصبه الكسرى نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم نصحت طلابي أن هنا أن حرف الناصب ودائما بعد الحرف الناصب يأتي فعل المضارع منصوب وعلامة نصبه إما الفتحة أو حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة لذلك هنا نقول نصحت طلابي أن يجتهدوا أن يجتهدوا الفعل يجتهد هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة ولو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل وهذه الألف الفارقة هي توضع هي توضع في توضع في المستوى الإملائي من الكلام ولا علاقة لها بالتركيب وبالتالي نكون قد حللنا هذا التدريب هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر